موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مثل ما ربما تحدثنا في الحلقة الماضية عن ظاهرة من الظواهر السلبية التي أوجدها الظرف الشاذ في العراق وظرف الاحتلال وبعدها من حكومات ميليشاوية حكمت العراق لحد الآن منذ عام 2003 لحد الآن وقلنا في وقتها أنه يا مكثر هذه الظواهر ومن هذه الظواهر أيضا كما تحدثنا عن ظاهرة الانتحار في الحلقة الماضية اليوم نتحدث عن ظاهرة الطلاق في العراق ظاهرة أيضا غريبة وعجيبة دائما كان المجتمع العراقي معروف بتماسكه بقوة الوشائج الإنسانية والأخلاقية والدينية قبلها هذه الوشائج التي تربط الناس بالمحبة والخير والتعاطف والتعاطف وكانت العوائل هي أساس المجتمع وفي كل بلد بالعالم البيت الصغير هو أساس المجتمع تتكون البيوت مع بعضها لتكون هذا المجتمع تكون الشارع والمدرسة والجامعة والمصنع وكل شيء يتكون وبالتالي يتكون الوطن ويزدهر بدءا من البيت لكن في العراق بسبب الظروف الشاذة التي يعيشها العراق منذ أكثر من عشرين سنة ظواهر شاذة وسلبية تعيش عش في العراق مع الأسف الشديد حالات وتصبح ظاهرة وعندما تكون ظاهرة يعني تبدأ الصعوبة في مواجهته فمن ضمن هذه الظواهر لما قلنا يعني حالات الطلاق في العراق في شهر كانون الثاني الماضي شهر الأول من هذه السنة الإحصائية اللي نشرتها وزارة العدل القضاء الأعلى مجلس القضاء وحية الأعلى ما أدري القضاء لمجلس القضاء الأعلى نشر الإحصائية يقول أن هناك 7500 حالة في ذلك الشهر للطلاق بمعنى أن هناك 250 حالة الطلاق معلنة وأكد على معلنة لأنه حالات الطلاق الغير معلنة الأكثر من هذا العدد كثير حالات غير معلنة ما يدخلون حتى محاكم بيناتهم ما عرف شون يفضوغ يعني أساسا بدون محاكم مثل الزواجات اللي موجودة 7500 حالة معلنة من الطلاق خلال شهر كانون الثاني الماضي الشهر الأول بمعنى أن هناك 250 حالة الطلاق يوميا في العراق الله أكبر وبمعنى أيضا أن هناك ما يقرب من 11 حالة الطلاق كل ساعة في العراق كل ساعة تمر بالعراق هناك 11 حالة الطلاق وطبعا ممكن يزيد هذا العدد إذا ذهبنا إلى ساعات الدوام بس نحن نحن على 7 إلى 24 ساعة ف11 حالة طلاق كل ساعة في العراق وهذا أيضا يعطينا معنى آخر أن هناك أكثر من 90 ألف حالة طلاق سنويا الله أكبر رقم كبير جدا لأنه هذا دلالاته كبيرة جدا وهذه الأحصاءات طبعا لا تشمل أيضا مثل ما قلنا في حالات الانتحار لا تشمل محافظات أربيل ودهوك وسليمانية هذه المحافظات الشمالية غير مشمولة بهذه ما داخل أحصاءاتها أما إذا دخلت أحصاءاتها فالكارثة كبيرة هذه الحالات كشفت وتكشف عن يعني وجود أو استمرار أزمة اجتماعية خطيرة تضرب بقوة يعني عشرات الآلاف من الأسر وتؤدي بالمجتمع إلى التمزق لأنه مثل ما قلنا أساس كل مجتمع هو البيت عندما آلاف الأسر شهريا وسنويا تضرب بهذا الشكل بالطلاق أولاد مطلقات وأرامل وشغلة كبيرة جدا جدا وبالتالي أولاد بالشوارع ونساء محد عيلهم وأهليتهم التعبانين يفضرون أن يعيلوهم ومشاكل كبيرة جدا جدا هذه كلها تضرب بالمجتمع العراقي تضرب بالبيت العراقي بنسيج المجتمع العراقي هذا النسيج الجميل الرائع الذي كان هذه وحدة من مساوء هذا العهد اللي نعيشه يقولون لماذا تكلمونا عن هذا الوضع وما على الأسف الشديد يدخلوها بقضية طائفية والها علاقة بفلان وفلان وفلان طائف وفلان ما لا علاقة هذا إلا علاقة ببناء بلد إلا علاقة ببناء مجتمع ما لا علاقة إلا كون السني شيعي كردي عربي مسيحي مسلم ما لا علاقة إلا علاقة بفكر وطني بفكر إنساني بفكر إخلاقي بفكر يلتزم بالدين قبل كل شيء ويعرف حدود الله ويخاف الله وحافظ على البيت وحافظ على الشارع وحافظ على المدرسة والجامعة والمصنع والسيارة هذا كل يحافظ عليها بأخلاق عالية والوطن مصان هذه هي لما البيوت تنهار بهذا الشكل لا إله إلا الله ورغم أنه يعني هذه رغم أنه هذه الحالات لا تشكل حالة جديدة لكن تواصل الحالة الوتيرة التصاعدية خلال السنوات الماضية يبعث برسائل خطيرة جدا لأنها تهدد استقرار المجتمع العراقي تهدد الأمن المجتمعي أكثر مما هو مهدد به يعني تهدد الميليشيات تهدد لوضاع السياسية والاقتصادية وكل هذه والأمنية الآن يهدد بحالات الانتحار والآن يهدد بالطلاق بحالات الطلاق منذ عقديا على الأقل يعني آلاف الأسر تذهب إلى الضياع والتفكك مع الأسف الشديد في العراق وهذا يعود إلى عوامل عديدة ومثل ما تحدثنا في حالات الانتحار في الحلقة الماضية أيضا الأزمات الاقتصادية الوضع المالي السبب الرئيسي واحد من الأسباب الرئيسية وربما أول سبب من الأسباب التي أدت إلى هذا الطلاق إلى حالات الطلاق الازديات حالة الطلاق وتصاعد وثيرتها تصاعد الخط البياني لها الأزمات طبعا الاجتماعية النفسية البيئية كلها تنعكس طبعا تفشي الفساد وضياع العراق هذا جزء من عيدها ضياع القيمة ماكو مثل للمجتمع يقتدون بيها ما عادت يطلع الواحد نائب ما أدري مسؤول ووزير يتكلم على الفساد وكأنه يتكلم على يعني واحدة من الأكلات الطيبة اللي غريبة عجيبة ولا أحد يحاسب ولا أحد وناس يعني لم يحصلوا على لا شهادة ولا يمتلكوا شيء في أعلى الوظائف وحمايات وسيارات وبيوت وقصور وجوازات وجناسي أجنبية فلا ما عاد لقيمة للتعليم ولا قيمة لأي شيء وهو أحد من الأسباب أيضا تفشي الجهل والأمية هذا أحد الأسباب يعني عندما يكون ابنه ما أقرب من عشرة ملايين أمي هذه كارثة في بلد كانت اليونسكو تقول عنه أنه خالي من الأمية العنف الأسري هذا الذي يعصف بالعراقيين مع الأسف الشديد بعد أن كان البيت العراقي مستقر والرجل يحترم المرأة والمرأة تحترم بيتها وتحترم رجلها وتحترم أطفالها وتحترم حياتها وتناظر مع زوجها من أجل حياة أفضل هذا كل يتهدم سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي طبعا وهذه الفساد والخراب والحالات مفسدة كبيرة أدوات كبيرة للفساد هذا كل أثر على وضعية الأسرة وأثر على عقلية الإنسان وجعله يستسهل الأمور قضية الطلاق ليست قضية سهلة وليست بسيطة وخاصة عندما يكون لديهم أولاد وإحنا العوالي العراقية دائما بعد ما يتزوج سنة يجي أول طفل وتكرس المسبعة وعنده أربع خمس ماكو بيت ما عنده أربع خمس أولاد أطفال وحالات طلاق وحالات كارثة كبيرة جدا كيف يمزق المجتمع إذا لم يمزق بهذه الطريقة فالبيت أساس الخراب عندما يخرب البيوت يخرب المجتمع يخرب الشارع يخرب البيت يخرب الوطن كله هذه واحدة من النقاط التي يعني لا هين عنها ولا يريدون التفكير بها وليس لهم علاقة بها وبالتالي المجتمع ينهار بهذه الطريقة حالات انتحار وحالات طلاق وحالات مخدرات ومصائب وامراض وفقر وجهل وامية هذه كلها جزء من هذه التركيبة الشاذة التي يعيشها العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة